تدخل في استراتيجيات وزارة الكهرباء والماء العديد من مشاريع توليد الطاقة التي تجهز لها الوزارة لطرحها وتنفيذها مستقبلاً والتي يتوقع المشرفون عليها أن تلبي الطلب المتزايد باستمرار على الطاقة ثلاث مشاريع بقدرة إجمالية ألف ميجا الثلاث مشاريع هذه عبارة عن شنو عبارة عن مشروعين في محطة الصبية ومشروع الثالث في محطة الزور المشروعين في محطة الصبية بقدرة 500 زائد 250 والمشروع في محطة الزور الجنوبية هذه بقدرة 250 ميجاوات هذا بالنسبة لتوليد الكهرباء أما بالنسبة لمشاريع تحلية المياه فهناك مناقصة مطروحة من قبل الوزارة لمشروع في محطة الدوحة بقدرة إنتاجية تصل إلى 60 مليون جالون إمبراطوري يومياً مشروع تحلية المياه هذه الآن هي مناقصة مطروحة لدى لجهة المناقصات وتاريخ إغلاقها إن شاء الله سيكون قريب جداً هذا المشروع بقدرة 60 مليون جالون إمبراطوري يومياً وهذا يعني تقريباً إذا قلنا القدرة المركبة تقريباً 500 مليون أكثر من 10% من القدرة المركبة حالياً أضف إلى هذه الخطط لدى وزارة الكهرباء والماء خطة قيدة دراسة لإحالة بعض محطات الدوحة والشعيبة والصبية إلى التقاعد وتشييد محطات حديثة مكانها محطات متقادمة والمحطات المتقادمة تنقسم إلى قسمين محطات نقدر نعطيها إضافة عمر افتراضي إضافي عليها وهي مثل محطة الزور محطة الدوحة الغربية ومحطة الصبية هناك في محطات يعني العمر الافتراضي انتهى والصيانات عليها تقريباً أصبحت غير مجدية فالوزارة لها خطة في إحالتها للتقاعد هي محطة الدوحة الشرقية ومحطة الشعيبة وبناء في مكانها محطات جديدة هذه الخطط والمشاريع تضاف إلى مشاريع أخرى دخلت مرحلة التنفيذ في مختلف المحطات جيهان حبيب تليفزيون دولة الكويت